ضعف الصثوم مع نصف حبة ليمون في هذا المكان ليلة واحدة قبل النوم سيجعلك كالحصان كل ليلة حتى لو تجاوز عمرك سبعين عاماً استعد شبابك ولدينا بشرى سارة لك إذا كنت تعاني من التهاب وتضخم لبروستاتا أو تعاني من الضعف أو العقم خصوصاً عند الرجال أو مرض السكر وأمراض القلب أو التهاب وتشمع الكبد فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على أفضل وصفة صحية لعلاج كل هذه الأمراض ولكن قبل أن نبدأ وفضلاً وليس أمراً صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وادعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنا استمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد وإذا كنت قد تناولت الثوم أو الليمون ولو لمرة واحدة اضغط لايك وإذا كنت من المتابعين الجدد اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحباً بكم من جديد هل يمكن علاج لبروستاتا بالليمون والثوم والمواد الطبيعية الأخرى؟ يعرف الثوم والليمون بخصائصهم المضادة للأكسادة والالتهاب وتقوية المناعة ولكن ما مدى فعليتهم في علاج مشاكل المسالك البولية وخاصة لبروستاتا؟ هذا ما سوف نوضحه في هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية أهمية الثوم والليمون للبروستاتا نادراً ما يخلو بيت من الثوم والليمون خاصةً في القرى والمناطق الريفية لذلك فإن مناعة الأشخاص الذين يعيشون في القرى وما زالوا يعتمدون على الطبيعة في طعامهم وعلاجهم هم الأكثر صحة كلما ابتعدت عن الأدوية خاصةً المضادات الحيوية واستخدام الأدوية بدون داعي أو بدون وصفة طبية كلما كانت مقاومة جسمك للأمراض أقل الأدوية بالطبع هي مفيدة في العديد من الحالات وقد أنقذت حياة الملايين وفي نفس الوقت قتلت الملايين أيضاً ينتج ذلك عادةً عن الاستخدام الخاطئ أو بدون داعي من المهم أن تفهم جهازك المناعي بشكل جيد على سبيل المثال إذا ارتفعت حرارة جسمك فإن منعتك تضع جسمك تحت درجة حرارة عالية لقتل الفيروسات والبكتيريا في حالة رشح أنفك فإن هذا يعني وجود ممرضات فيروسات وبكتيريا داخل الأنف والمخاط يمنع وصولها إلى الداخل ويحتجزها إذا كنت تعاني من كحة أو عطاس فإن جسمك يطرد الفيروسات للخارج إذا تبولت كثيراً فإن كبدك وكليتيك يعالجون كميات كبيرة من الدم للتخلص من السموم والسكر الزائد كل ما عليك في هذه الحالات هو الراحة والنوم مع تناول الطعام الصحي عندما تكون مريضاً فلا تشغل مناعتك بأشياء أخرى فأنت بحاجة إلى الراحة يا عزيزي إذا لم تستجب لمناعتك فإنها تضعف بحيث تنشغل المناعة بعدة أشياء في وقت واحد تعالج المرض الحالي وتدافع عن جسمك ضد العديد من مسببات الأمراض حولك في الطبيعة وربما لم تتمكن من هذا أو ذاك لقد أثبت ما يمر به العالم اليوم وما يعانيه من الفيروسات المنتشرة في الفترة السابقة أثبت أن المناعة هي أثماً ما يمكن أن يمتلكه الإنسان وأن الأدوية الخاطئة ونظام الحياة الحالي كانوا سبباً مباشراً في فقدان العديد من الأشخاص لحياتهم والآن سنقدم لكم طريقة علاج لبروستاتا بالثوم والليمون ولكن أولاً يجب الإشارة إلى أن البروستاتا غدة تناسلية ذكورية موجودة حول بداية المثانا تخزن البول والإحليل هو مجرى البول ومهمتها هي المساعدة في إنتاج السائل المنوي حيث تعمل على إنتاج السائل الذي تسبح فيه الحيوانات المنوية لتغذيها وتسهل وصولها إلى البويضة قد تصاب لبروستاتا بالعديد من المشاكل الصحية مثل احتقان لبروستاتا وهي شائعة عند الشباب قبل سن الزواج التهاب لبروستاتا وهو ورم حميد يسبب التهاب وتضخم في غدة لبروستاتا تضخم لبروستاتا ورم غير حميد يصيب معظم الرجال بعد سن الخمسين يمكن علاج لبروستاتا بالليمون والثوم جنبا إلى جنب مع تحسين نمط حياتك ولكن لا تهمل إطلاقا زيارة الطبيب إذا كانت الأعراض شديدة مثل حرقة البول وألم أسفل البطن أو استمرت لأكثر من أسبوع كيفية علاج لبروستاتا بالثوم الوصفة الأولى لعلاج لبروستاتا المكونات ثلاثة فصوص من الثوم فنجان من عصير الليمون ملعقة عسل نحل طريقة التحضير نقوم بهرس فصوص الثوم ومزجهم مع فنجان عصير الليمون وإضافة ملعقة عسل النحل وتناول فنجان من هذا المزيج يوميا في الصباح على الريق مع التنويه إذا كنت تعاني من قرح هضمية لا يجب عليك تناول هذا المزيج على الريق ويمكنك استخدامه بعد الإفطار بنصف ساعة الوصفة الثانية لعلاج لبروستاتا الثوم مع الليمون والزنجبيل والعسل المكونات ثلاثة فصوص من الثوم حبة الليمون جذر زنجبيل طازج أربع سانتي ملعقتين عسل نحل كوب ماء ساخن طريقة التحضير نقوم بتقطيع جذر الزنجبيل إلى مكعبات صغيرة وهرس فصوص الثوم ونقعهم في كوب ماء ساخن لفترة عشر دقائق ومن ثم نضيف إليهم حبة الليمون مقطعة ونقوم بتصفية هذا المزيج وإضافة ملعقتين من عسل النحل ويتم تناول فنجان يومياً بعد الغداء بستين دقيقة الوصفة الثالثة لعلاج لبروستاتا الليمون مع الثوم وحبة البركة والعسل للبروستاتا المكونات خمس فصوص من الثوم خمسة عشر جرام من حبة البركة ملعقتين عسل نحل حبة الليمون كوب ماء ساخن طريقة التحضير يتم هرس حبات الثوم وإضافتهم مع حبة البركة في كوب ماء ساخن لفترة خمسة عشر دقيقة ومن ثم نضيف إليهم حبة الليمون مقطعة ونصف المزيج جيداً ونسكبه في كوب ونضف ملعقتين عسل النحل ونتناول فنجان يومياً قبل النوم للتخلص من مشاكل لبروستاتا احرص على اتباع الثلاث طرق بالأعلى بشكل يومي لمدة أسبوع مع ضرورة شرب الكثير من الماء والسوائل الخالية تماماً من أي سكر بعد الأسبوع الأول إذا كانت النتائج إيجابية استمر في العلاج لمدة شهر أو حتى تختفي الأعراض إذا استمرت الأعراض بنفس الحدة لأكثر من أسبوع أو كانت شديدة فلا تتردد أبداً في زيارة الطبيب نصائح علاج لبروستاتا احرص دوماً على اتباع التعليمات التالية لتحسين مناعتك والحد من مشاكل لبروستاتا وعلاجها تناول الكثير من الماء والسوائل الخالية من السكر واستبدل السكر بالعسل الطبيعي لتحلية أكوابك المفضلة تجنب تناول السكر نهائياً يعمل السكر على زيادة الالتهابات في الجسم ويجهد البنكرياس المسؤول عن إنتاج الأنسولين الذي ينظم مستويات السكر في الدم تناول الأطعمة والمشروبات المدرة للبول مثل عصير قصب السكر ومشروب التين المجفف والقراسية ومشروب الشعير تجنب حبس البول نهائياً احرص على الذهاب إلى المرحاض بشكل منتظم خاصة قبل وبعد النوم حتى لو لم تشعر بالحاجة للتبول حبس البول يفاقم المشكلة في حين أن التبول يطرد البكتيريا مع البول تناول نظام غذائي متوازن كماً ونوعاً هذا يعني التنويع في مصادر طعامك وعدم تناول نوع واحد من الطعام لعدة أيام مع الاكثار من الخضروات والفواكه الطازجة خاصة لبروكلي، السبانخ، البقدونس، أوراق النعناع، التوت، زيت الزيتون، التفاح، الجذر، والبطاطة الحلوة، وتجنب الأطعمة الضارة التي ترفع الالتهابات في الجسم مثل الأطعمة المقلية، وتلك التي تحتوي على زيوت مهدرجة، اللحوم المصنعة مثل لانشوان بأنواعه، والبيف، والمواد الحافظة، الملح الصيني مثل الموجود في الأندومي، تقليل القلق والتوتر مع النوم الجيد، وممارسة الرياضة، حالتك النفسية هي السبب. حسن حالتك النفسية لزيادة قدرة جسمك على مقاومة الأمراض بالنوم الجيد، ممارسة الرياضة وتمارين الاسترخاء والتأمل، فوائد الثوم والليمون لصحة الجسم والبروستاتا، تحدثنا في أكثر من فيديو سابق من قناة الوصفات الزوجية عن فوائد الثوم والليمون وقيمتهم الغذائية وموانع استخدامهم، فالليمون يحتوي على الفيتامينات والمعادن والأحماض والدهون ومضادات الأكسدة التي تمنع الالتهابات في الجسم وتعزز جهاز المناعة لديك، وقد استخدمت منتجات الليمون في العديد من الأدوية والمستحضرات الطبية، والثوم لا يقل أهمية عن الليمون. حتى أن البعض يصفونه بأنه صيدلية كاملة، فالثوم غني بمضادات الأكسدة التي تحارب مسببات الأمراض وتمنع الالتهاب. يحتوي الثوم على سيلينيوم، المغنيسيوم، فيتامين بي وفيتامين سي، كما يحتوي على نسب جيدة من البوتاسيوم والكالسيوم، وهو بالفعل يدخل في صناعة العديد من المراهم والأدوية المضادة للالتهاب. من أهم فوائد الثوم والليمون للجسم والبروستاتا منع التهاب وتضخم لبروستاتا، يحتوي كلاً من الثوم والليمون على مضادات أكسدة قوية تمنع الالتهابات في الجسم، بما في ذلك التهاب وتضخم لبروستاتا وتحفيز تدفق الدم في أعضاء الجسم. يحتوي الثوم على الإلسين الذي يعمل على تحسين ضغط الدم وتحفيز تدفق الدم في البروستاتا، وإلى الأعضاء الذكرية والأنثوية. يسمح هذا بوصول المغذيات بشكل جيد إلى البروستاتا، وإزالة الاحتقان وتطهير السموم من الجهاز التنسلي بالكامل، حيث يحمل الدم تلك السموم إلى الكبد والكلة للتخلص منها. الحد من حرقة البول، إذا كنت تعاني من مشاكل البروستاتا فإن أحد أهم الأعراض هي حرقة البول، يمنع كلاً من مزيج الثوم والليمون حرقة البول الناتجة عن مشاكل الأعضاء الذكرية والأنثوية أو المسالك البولية، محاربة البكتيريا وغيرها من الممرضات. الجراثيم والبكتيريا الأخرى والفيروسات هي السبب الرئيسي للالتهابات في الجسم. إذا كنت تعاني من مشاكل في البروستاتا فإنه من المحتمل وجود البكتيريا المسبب للالتهاب الذي يعمل الليمون والثوم على محاربتها وقتلها وترضها خارج الجسم. إدرار البول يساهم الليمون والثوم بشكل جيد في إدرار البول وتحسين تدفقه. هذا يسمح للبول بحمل أكبر كمية من مسببات الأمراض وترضها خارج الجسم. كما يمنع احتقان لبروستاتا كونه يقلل ضغط المثان على البروستاتا. الوقاية من سرطان لبروستاتا يحتوي كلاً من الليمون والثوم على فيتامين ها، فيتامين جيم، السيلينيوم، لفلافونيدات، الأليسين، وهي مواد مهمة للوقاية من تكوين الخلايا السرطانية كما أنها تمنع الالتهابات في الجسم وتمنع الانقسامات السرطانية للخلايا. الخلاصة يمكنك علاج البروستاتا بالثوم والليمون طبيعياً بتناول فصوص الثوم مع الليمون صباحاً ومغل الثوم مع الزنجبيل والليمون في منتصف اليوم ومنقوع الثوم مع حبة البركة والليمون والعسل في نهاية اليوم مع ضرورة شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل تناول الطعام الصحي ممارسة الرياضة النوم الجيد الحد من مستويات القلق والتوتر وعدم حبس البول مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكراً لكم على المشاهدة وإلى اللقاء